موسيقى 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 بعد التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب حول نيته نقل السفارة الأمريكية من تلابيب إلى القدس المحتلة أكد الرئيس محمود عباس أن نقل السفارة من شأنه القضاء على عملية السلام وقد يدفع الفلسطينيين لتراجع عن الاعتراف بدولة إسرائيل هل تسحبون الاعتراف بإسرائيل؟ هناك برنامج نعم وضع وهناك لجنة سياسية تناقشه وهذا جزء مما هو مطروح على هذه اللجنة السياسية هناك خطوات لها علاقة بإعادة النظر بكل ما هو قائم من اتفاقيات مع هذا الاحتلال ومع الاتحادة الأمريكية ووفقا لمراقبين فلسطينيين فإن التهديد بسحب الاعتراف بإسرائيل جاء بعد تأكد القيادة الفلسطينية من جدية تهديدات ترامب في نقل السفارة حيث أكدت قيادات فتحوية لوطن للأنباء أن الخطوة الأمريكية تشكل اعترافا بضم القدس وشرعنة الاستيطان ما سيقود المنطقة إلى مرحلة جديدة عندما يتخذ مثل هذا القرار مع ذلك أنه اعترفا كان القدس عبارة عن جزء من دولة إسرائيل ونحن بيقول في شيء دولة فلسطينية بدون القدس وهذا سعيد الصراع إلى طبيعته الأولى مدمر عميد السلام ويشار إلى أن الرؤساء الأمريكيين منذ أوائل السبعينيات لم يتخلفوا عن إرسال الوعود لإسرائيل بنقل السفارة بدءا من ريتشارد نيكسون إلى باراك أوباما لكنهم جميعا لم ينفذوا ذلك لكن الأمر قد يكون مختلفا مع ترامب من مدينة رامالله نيزر حبش تلفزيون وطن